احكي لنا بقى ايه قصتك مع الانشاد قصة طويلة اول هي جات معي صدفة في الاول يعني بس كنت راح مسابقة كده وتلعت انشاد فقلت اخش اجرب يعني اشتعرف انها انشاد اصلا اه قلت اخش اجرب حظي بصراحة فدخلت تخضيب بقى من الموضوع شوية لان طبعا كل الموجودين مسلمين دي كانت اول حاجة لك اه ولجنة تحكيم شيوخ انا مش عايف انا هقوم اعمل ايه كان عندك كم سنة صعيف كان عندي واحد وعشرين سنة فقلت بقى يعني اي حاجة خلاص فقمت بترمس اخيانا اسمي مينا وهقول مولاي للنقشة باندي فرح قلت طب تفضل ماشي فرح قلت اقل حتة كده منها رح قلت اببص سمعني ترنيمة وقلت لعبتي بقى حنتتي جتلة ملعبي اه فسمعته ترنيمة وبقى اخدت بعضي ومشيت لقيتهم بيتصلوا بيا بقى بعدها بثلاثة ايام كده بيقول لي سيز مينا وقتلق ايه حدق خدت اقول جمهورية انشاء الدنيا اسلامي حسيت بقى لصباح الخير بقى اعرف متأكد انا مينا اه حدق بصيت في الاسم طيب يقول لي ايو سيز مينا وقت في ايو خدت اقول جمهورية انشاء الدنيا اسلام طب بس ابتديت بقى من هنا يعني الحمد لله بس ده تأكيد اللي احنا بنشجع الحاجة الحلوة احنا شعب ذواق حقيق مفيش فرق مسلم مسيحي في وحدة وطنية عندنا